يعني شوف تعرف جيدا أنه الوضع في السابق كان في الأنبار وضع الأمني كان هش خلال السنوات القليلة الماضية تعزز الوضع الأمني بدأت هناك سطول أو سيطرة للأجهزة الأمنية بمجملها بدأ الجميع يستشعر ويشعر هذا الشيء في السابق تعرف جيدا كان هناك رسائل دائما البعض حاول أن يوصلها على أنه الأنبار غير آمنة وكانت هناك فيها مشكلات أمنية ومشكلات عسكرية وغيرها هذا يعزز ويعطي الرسالة الواضحة بأن الأنبار الآن هي أكثر استقرارا الأنبار الآن تنعم بوضع الأمني المستقر بسيطرة الأجهزة الأمنية ويعزز أنه عندما تسلم الملف الأمني داخل المدن إلى قيادات الشرطة هذا أيضا يعزز هناك سيكون طو خارجي مسؤول عنه الأجهزة الأمنية الأخرى ولكن في داخل المدن في حواظر المدن عندما تسلم الملف الأمني لأجهزة الشرطة والأجهزة الداخلية هذا سيعطي ثقة المواطن أكثر بأن هناك أمن مستتب ويعزز هذا الأمن بخلال فرض السيطرة وفرض الإرادة القانونية وفرض كل ما تريده الدولة داخل المناطق التي كانت في السابق ربما تعاني من وضع أمني هش أو وضع أمني غير مستقر يعطي ويعزز هذه الرسالة هل تعتقد يا دكتور أنه سيكون هناك عمل حقيقي على أن تتسلم محافظة الأنبار الملف الأمني كاملا في المحافظة أم أن هذا الأمر مرتبط بعوامل أخرى؟ لا بالطبع شوف تعرف جيدا أنه الأرض عندما مسك الأرض أو عندما تكون الأجهزة الأمنية المدنية قيادات الشرطة ماسكة ومسيطرة هذا يعزز أو يبعد الصورة أو الصبغة التي يعتقدها البعض بأنه الوضع الأمني غير مستقر وما زالت هناك قوات الجيش وغيرها في داخل المدن دائما كنا نؤكد ونقول أنه القوات الجيش القوات العسكرية مكانها حفظ الحدود وحفظ المناطق الخارجية ومواقعها أو أماكنها المعتادة هي المعسكرات تعرف أن تتحمل وتحملت الأجهزة العسكرية والأمنية خلال السنوات الماضية الكثير من الضغوط وواجهة الإرهاب وواجهة الكثير من الأمور التي قدمت من خلالها تضحياتها واستطاعت أن تثبت نجاحها لكن عندما تعطي أو تسلم المناطق داخل المدن إلى الأجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية هذا يعزز كما قلنا ويعطي الرسالة الواضحة على الاستقرار الأمني وعلى أن هذه المدن أصبحت آمنة رغم أن البعض حاول خلال الفترات الماضية أن يعطي رسائل غير واضحة أو رسائل مشوشة لكن رسالة اليوم والوضع الأمني المستقر هو الرسالة الواضحة على كل من يحاول أن يعطي رسائل غير أخرى باقي المحافظات باقي المناطق أيضا باتباع حسب ما أعلن عن الخطة التي اتبعتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع ومع الجهات الأخرى المختصة بأن الملف الأمني سيكون داخل المدن هو من اختصاص وإدارة وزارة الداخلية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر